أشاد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بنجاح النسخة الخمسين من بطولة بريف لفنون القتال المختلطة للمحترفين والتي أقيمت ضمن فعاليات مملكة الكمبات التي احتضنتها مملكة البحرين خلال الفترة من الثامن عشر من مارس الماضي وحتى الأول من إبريل الجاري بالساحة المقابلة لقلعة عراد الأثرية بمحافظة المحرق والتي نظمتها منظمة بريف بالتعاون مع المجلس البحريني للألعاب القتالية والاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة وقال سموه أن هذا النجاح الذي حققته هذه النسخة من بريف يضاف لسلسلة النجاحات التي حققتها البطولة منذ انطلاقها في الثالث والعشرين من سبتمبر عام 2016 على أرض مملكة البحرين والذي جاء بفضل الرعاية والدعم الذي حظي بهما من لدن سيد الوالد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لتنفيذ الرؤية التي رسمناها من خلال هذه البطولة وتابع سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أن بطولة بريف استطاعت أن تفرض نفسها بقوة على المستوى العالمي حيث رسمنا لهذه البطولة رؤية متعددة الأهداف لتكون مختلفة ومتميزة ودعمنا انتشارها على مستوى مدن وعواصم بلدان القارات السابع لنؤكد بذلك على الحضور الكبير لمملكتنا مملكة البحرين في هذه الرياضة العالمية ونعزز علاقات التعاون المشتركة بين البحرين والبلدان المستضيفة للبطولة على مختلف الأصعدة وخاصة على المستوى الرياضي والمساهمة بتطوير رياضة فنون القتال المختلطة ومنح الفرص للعبين الموهوبين في الدخول لعالم الاحتراف بهذه الرياضة عبر بوابة بريف متطلعا سموه أن تحقق البطولة المزيد من النجاحات التي تضعها في صدارة الترتيب العالمي لبطولات المحترفين وأثنى سموه على الجهود الكبيرة التي بذلتها منظمة بريف بالتعاون مع المجلس البحريني للألعاب القتالية والاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة في الإعداد والتحضير لإقامة فعاليات مملكة الكمبات على أرض مملكة البحرين في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا كوفيد 19 والتي شهدت إقامة أربع نسخ السابعة والأربعين والثامنة والأربعين والتاسعة والأربعين والخمسين من بطولة بريف مؤكدا سموه أن تلك الجهود سهمت في إبراز النجاحات هذا الحدث والذي يعزز من نجاح البحرين في التعامل الإيجابي مع هذه الجائحة ويؤكد قدرتها على احتضان وتنظيم مختلف البطولات القارية والدولية مشيدا سموه بالمستوى التنظيمي لهذا الملتقى الرياضي والمستوى الفني الذي قدمه المقاتلون في النسخ الأربع للبطولة مهني أنسموه الفائزين ومتمنيا حظا أوفر للبقية في المشاركات القادمة